موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى مشاهدين الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم على قناتكم الانيس تيفي وفي حصتكم روضة المرأة كما يسعدني ويشرفني أن أصطغيف معي الأستاذة البروفيسور سامية جباري فأهلا وسهلا بك أستاذة الفاضلة أهلا وسهلا وشكرا لك على هذه الاستضافة وإن شاء الله تكون هذه الحلقات مفيدة للأمة الإسلامية التي نهنئها بقدوم هذا الشهر المبارك إن شاء الله أستاذة إذن برنامج روضة المرأة سنناقش في هذا البرنامج إنشغالاتكنا وأسئلاتكنا التي ستردنا على البرنامج عبر البريد الإلكتروني أو عبر صفحتنا على الفيسبوك أو الاتصال بنا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة مواضيع مهمة تخص المرأة سنناقشها في هذا الشهر المبارك الكريم ولعل أول ما سنفتتح به هذا البرنامج بحول الله تعالى أستاذة هو فضائل هذا الشهر الكريم المبارك يعني على كل إنسان أن يعرف ما هي هذا الشهر الكريم المبارك ولماذا خصنا الله به عز وجل شكرا لك صديقتي وأختي الفاضلة مريم على هذه الباقة التي أتحفتين بها بما تعلق بموضوع روضة المرأة إن شاء الله تكون هذا البرنامج فتحة الخير على كل البيوت الجزائرية ولماذا لا تكون بيوت أخرى في الأمة ككل إذن وإحنا رأنا في هذا الشهر الفاضيل أكيد رح نتكلموا على شهر رمضان وأفضلوا أولا نقولوا أنه شهر رمضان الكريم إن شاء الله يكون شهر خير وبركة على الأمة الإسلامية جمعاء ومدام افتتحنا هذا الجلسة بكونها روضة إن شاء الله تكون فعلا هذه الحلقة هي روضة نستفيد منها ونقطف منها أفضل الثمار إذن رمضان كما هو معروف عندنا أنه ركن من أركان الإسلام صيامه هو ركن من أركان الإسلام الصوم نعرفه جميعا هو أن الإنسان ينقطع عن الأكل والشرب لكن لو رجعنا إلى ديننا الحنيف هل يترى الصوم هو انقطع عن الأكل والشرب فقط أكيد الله سبحانه وتعالى لما نزلنا فريدة الصوم أعطانا بعض الفضائل وعطانا بعض الأعمال اللي لازم أننا نقوم بها ونحاول أننا نتمثلوها في هذا الشهر الكريم هذا الشهر لذكر الله سبحانه وتعالى في عزيز ذكره الحكيم وأشهد به النبي عليه الصلاة والسلام بل نقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام بشارنا بقدومه شوفوا مليح لما نقول بشارنا بقدومه البشرة وشن هي عادة نحن لما نجيب البشرة معنا شيء مفرح لما نقول هذا بشار بابن هذا بشار نحب عمل هذا بشار نحب نجاح في حاجة معينة فالبشرة دائما تحمل المصرة البشرة تحمل الخير ما هي بشرة رمضان علينا الشهر الفضيل اللي خصلنا به الله سبحانه وتعالى أكيد عنده فضائل والنبي عصد السلام في أحد الأحاديث يقول قد جاءكم شهر ورمضان شو في البداية قد جاءكم روي بشرنا جاءكم شهر رمضان هذا الشهر وش فيه يقول شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه شهر مبارك وفرض فينا الله سبحانه وتعالى الصيام شو فيه الباركة ثم فيه الصيام مربوطين مع بعضهم البعض ثم وش يقول فيه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين بعدين نحن نقف عند كل عنصر ثم يقول لك وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها حرم خيرا كثيرا نقف لحظات عند هذا الحديث النبوي الشريف قبل ما نروح لسرد مجموعة الفضائل النبي صلى الله عليه وسلم بداية بشرنا مع أن هذا الشهر فيه خير فيه باركة تعود على كل إنسان لذلك واجب علينا أننا نستغلوا كل لحظة من شهر رمضان فيما فيه خير فيما يعود علينا بالأجر والثواب الجزيل هذا الفرض فيه الله سبحانه وتعالى الصوم نحن نعرف بالصوم أن ننقاطع عن الأكل من الفجر إلى غروب الشمس لكن فيه أشياء أخرى ربما ما وش مقامها الآن قد نذكرها في حلقة متعاقبة بحولها كيفش رح يكون الصوم الصحيح يقول أنه من بين الأمور فيها أنها تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا كل من يريد الخير أبواب الجنة مفتوحة لها وأبواب النار رهي مغلقة إذن هو رسالة لنا باش نروح نكثر من أعمال الخير ونحاول أننا نقترب من الله سبحانه وتعالى ونقترب إليه بالعبادات باش المكانة ترتفع وندروا مكانتنا في الجنة يعني أستاذة كأنه هذا الشهر هو فرصة هو فرصة نعم لكل مسلم ومسلمة يعني أن يتقرب أكثر إلى الله عز وجل إلى الله سبحانه وتعالى يعني المسلمين والمسلمات يعني كافة نجد بأن هذا الشهر يعني يسارعون من أجل يعني التقرب إلى الله عز وجل وحتى يعني معرفة أمور دينهم يعني إذا قلنا يعني لازم الإنسان يعرف أمور دينه يعني دائما مش غر يخصها فقط في شهر رمضان مبارك ولكن كأنه يبحث عن التغيير نعم نحن نقول أنه رمضان هو مدرسة مدرسة رمضان هو مدرسة ربما نحن نبعته أولادنا روح يقرأوا في الابتدائي ولا المتوسط يكلمون مراحل تعلمية لا باش يتعلموا يستفادوا نحن الله سبحانه وتعالى أطعنا فرصة رمضان هذه فرصة لنعتبرها مدرسة مدرسة نعمر الذات تاعي والروح تاعي بما يرفعني درجات عند الله سبحانه وتعالى نحن من خلال شهر رمضان مراش نشوفه شهر رمضان هو أني نمتنع على الأكل والشرب برك ليشوف أنه شهر رمضان أنه نمتنع عن الأكل والشرب عنده تصور خاطئ تصور خاطئ عنده تصور خاطئ لابد أن يصحوا هذا الشهر فيه من الخيرات والفضائل الكثيرة نستردوها إذن هو فرصة لنا حتى نقترب من الله حتى نكفر عن سيئاتنا حتى ننال مرتبة عليا عند الله سبحانه وتعالى وأفضل شيء عندنا في هذا الشهر هو العدق من النار ربما في أيامنا العادية نغلطوا في بعضنا نضروا أخطاء نرتكبوا بعض المعاصي نقضوا نستغفروا نقضوا ما نستدركوهاش فجاءنا رمضان هو فرصة لتدرك فيه فرصة لتدركوا كل أخطاءنا إذن كم نحن نرجعوا لهذه المدرسة المدرسة تخلنا لها ورب يعطنا هو الامتيازات وشنه هذه الامتيازات وشه الفضاء اللي حتديها كل وحدة فينا مليح ذكرتي هنا قلت أنه النساء عندهم انشغالات نحن مدى بنا من هذا الفضاء نعرف وشنه هي انشغالات النساء وشنه هي الأسئلة اللي تخصهم في هذا الشهر الكريم أو في حياتهم العملية ونحاولوا نفيدوهم بما قدر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله إن شاء الله يكون عندنا الأجر الجزيل إن شاء الله إن شاء الله لنقدم الخير لكل الأمة الإسلامية إن صح التعبير موش غير النساء ربما القناة هذه رأي فضائية ورأي شوفها العالم ككل مدى بنا شاء الله تكون منبرة خير وفضل وتعود بالبركة علينا جميعا يا رب ففضائل شهر رمضان لما إنه النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا به أكيد عنده فضائل أول فضيلة نذكرها على شهر رمضان أنه مكفر لسيئات أنه مكفر للذنوب الصم في حد ذاته مكفر للذنوب وعدنا دليل شرعي أكيد لما نقوله دائما لابد عندنا تأصيل إما حديث نبوي أو أي قرآنية النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا في أحد الأحاديث يقولك من صامى رمضان إيمانا واحتسابا واشيصرا خوفي رمضان صامى إيمانا واحتسابا حنا بيح نفهم الحديث وش معنى صامى إيمانا إيمانا معنى رب على بانه باللي ربي فرضو عليه وربي يتقرب من خلال السم إلى الله سبحانه وتعالى يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فردع لي هذا السم لحكمة يعلمها حتى أستاذة يعني سمحي لي أقاضعك حتى أستاذة هنا ضرورة التأكيد يعني على المشاهد الكريم ضرورة النية استحضار النية لأنه رمضان مبارك كما يجيين صومون إمتناع كذا منه صح ضرورة النية اللي هي تقرب من الله عز وجل يعني من أحد الأعمال يعني ربما الكثير من الناس ينسوها إذلك ضرورة استحضار هذا النية وربما أنا تريد ذكرك في مسألة النية احنا أقولوا بلي هالصوم هذا لأمهاتنا المشاهدات لإخواننا لا يشاهدونا نسدوا نفصلهم قليلا في النية باش نكملك الفضائل دائماً لابد من تبييت النية في صوم الفريضة لما يكون عندي صمتات على تطوح تطوح عادي نقدر نوت صباح ما لقاشوش ناكل نفحت لي نصوم نصوم من بيت النية هذا يعني الفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان عليه الصلاة والسلام في رمضان لا لابد من تبييت النية وتبييت النية عندك طريقتين إما نحب نبييتها يومياً وهذا شوية فيه مشقة أو نبييتها من بداية شهر رمضان يعني ليلته نقول نويت أن ننصوم شهر رمضان كامل وكي يجيلي جيال إنسان يجيه طريق معين يحاول يقدر بيت النية من ضررش فيه لما يروح له ذلك الطريق فلابد أن ننبه أولادنا ونبه بناتنا ونبه المقبلين على الصيام أن ننوي الصوم بالصوم النية هذه أولاً إذا قلت من فضائل شهر الكريم اللي بشر نبيه النبي عليه الصلاة والسلام شهر رمضان وشهر الصيام وشهر البركة وشهر المحبة شهر الإخاء وشهر شهر كريم جداً ربي سبحانه وتعالى منزلة كبيرة وفضلوا على باقي الشهور أنه فيه تكفر السيئات والنوف وإنما نصام رمضان إيماناً واحتساباً إيماناً أنه فريض عليه فريضاً والإيمان عنده علاقة بالنية وعنده علاقة بالتقرب من الله سبحانه وتعالى ثم احتساباً ومش معنى احتساباً؟ معنى أني نصوب ولا أحتسب أجر المشقة أنه يعطيني الله سبحانه وتعالى عليه الأجر أحتسب الأجر عند الله لأنه باش نصوم يعني من صباح من الفجر إلى غاية الغرب في شوية مشقة في شوية مشقة أمتعنا على الأكل على الشرب ربما نجهد نفسي ربما نتعب لكن أنا أنقاطعاً كل شيء إرضاءاً لله سبحانه وتعالى فيكون الأجر ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه لكن أنا نزيد للك خطعاً ما تقدم من ذنبه لازم المشاهدي تعالى أن يخ quo سindruck بín أمرين kiddingذنوب لنرتاكبوها مع الله سبحانه وتعالى في حقه يدون ذنوب لنرتاكبوها مع الناس كيفية الظنوب ليغفرها لك الله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب ليرتاكبتها في حق الله معiah الظنوب لسبقى الخالي في أحتجبها مع الناس سبحان الله ااذاً بالله سبحانه وتعالى رحيم اللہ سبحانه و تعالى حليم الله سبحانه وتعالى هو رحمن و رحيم مدام السم ن לנו رحانه س kartver يعطاك الفرصه باش يطارك من ذنوبك اذا لابد علينا انه نستغلوا هذا الشهر الكريم باش يكون في مستغلال هذا النعمة اللي اعطاهنا الله سبحانه وتعالى انه يغفرنا الذنوب اذا احنا باش ندر فضيلة لازم نتدركوا بعض الاخطاء لدرنا همع الناس ايضا اللي عنده مظلمة عنده واحد لازم يصفيها اللي مثلا كلاحق انسان اخر لابد انه يصفيه اللي عنده قاطعة ترحم لابد انه يعاود يرجحها شوفوا رمضان هاداره مدرسة مدرسة تعلموا منها الكثير مدرسة اذا نويتها انا لله سبحانه وتعالى لي قاطعني وخاصمني راح نعاود ان نرد العلاقة لله سبحانه وتعالى شوفي هذه المرتبة لما النفس تعي تعود تطلع انا نحب الاجر من الله خليني الشحنة والضاغنة نحطهم بالجانب وريدوا ان يكون صومي صوما صحيحا باش تغرحوا الدنوب بتاعي كلها علاش غير الدنوب والمعاصر يدرتهم في حق الله يروحوا علاش يدرتهم في حق البشر يقعدوا اذا نسعى باش ننحيهم الاثنين مع بعض نحاول نرد المظالم الى اهلها اللي عنده امنة عندي نرد هالو اللي قاطعتهم هدرت شمعه نحن نهضر معاه نحاول اني نهيي النفس التاعي باش ترتقي وتتربى في هذا الشهر الكريم يعني استاذ حتى الانسان لما يصفينيته مع الله عز وجل ويبتغي برمضان انه يعني يكون في افضل حال مع فصلته مع ربه وحتى في معاملاته يعني مع الناس ربما ربي سبحانه يعني يقدر حتى انه يوفقه انه يكمل على المسيرة التي مشابهة يعني كما ابدأ فيها يعني من رمضان يعني حتى باقي حياتي يكمل مدرسه ليش يقولون مدرسه مدرسه ليش معناها جني شهر هذا وخلاص ونتعب تعلن الدولوب ونتعى الامر لا هذه المدرسه هي مستمرة نتائجها هي نتائجها مستمرة وتبقى معطيك مثال باسيط عليها نقولوا لما الام تعلم بناتها الشغل في البيت يتعلم في البيت تقول لك انت يا يا مرهيم انت عندك طيبي لنفطور دايما او انت عندك ترتبي البيت تقول لك هذه يحطيها في هذا الماكان هذا الماء نحطهم في البيفي هذا الشيء في الفريجيدان هذا الشيء فلما تعلمك مرازوش ثلاثة واش تقول لانت يا خلاص مبرمجة تعودي حتى والامتا تغيب عن البيت اكي عارفها كل حاجة من مكانها اكي عارفها بالملابس مكانها هنا الغسيل مكان وهنا الغوذر مكانها خلاص تعودتي كذلك رمضان نسابه اعجبنا الاشر الله سبحانه وتعالىaje نرتاح ونعملها بالتقرب الا الله سبحانه وتعالى لان انا حقيقنا فيقدر ما اقتربنا من الله وفيقدر ما درنا الخير ايقدر ما اقترب من الله سبحانه وتعالى اتا اهام الاول هو انه يكفر الظلوب والامر التاني هذا هو الامر التاني اجعلني الجزاء عند الرف Alan سبحانه وتعالى الجزاء العجر من الله ماذا نستطيع اوضح لك هذه النقطة بالومداد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحد الأحاديث القدوسي يقول لك أن الله سبحانه وتعالى قال كل عامل بناء أدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به مع أنت هديري الخير تلقاي الخير يا أجرت عليه ربي سبحانه لكن نفكر بسألة مهمة قال لك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به مش معنى نحن مشاهدين الكرام مشاهدتنا الفضلايات نقولوا هذه النقطة نجب أن نوقفوا عندها لأن كل حاجة قلنا عليها ديننا الحنيف وعندنا أحاديث كثيرة أنه الحسنة بعشر أمثالها لكن لما يقول لك الله سبحانه وتعالى إنه لي وأنا أجزي به بدر لك شحد يقدر يعطيك عشرة يقدر يضعف لك عشرين يقدر يضعف لك إلى سبعمائة ضعف يعني بقدر إخلاص نيتك وبيقدر سعيك للخير في هذا الشهر الفاضي سيرزقك الله عز وجل يعطيك للأجر أضعاف مضاعفة يعني أستاذة الزبدة وزبدة هذا الموضوع اللي هو فضائل هذا الشهر المبارك شهر رمضان الكريم أنه الإنسان يعني يسعى إلى معرفة هذا الشهر الكريم ويسعى أيضا إلى معرفة فضائل رمضان ربما يعني يدخل يعني الإنسان يدخل على علم مش كم الإنسان يعني يدخل يعني يدخل عن جهل وإن كان يعني الجاهل رح يكون حارس أكثر يعني الجاهل كما أشرت أستاذة في الأول أنه يكون يعني يصوم صيامه فقط امتنى عن الأكل والشرب ولكن عن علم يعني سيسع إلى استغلال رمضان يعني بكل دقائقه وثوانيه إذن مشاهدين الكرام لا تغادروا أماكنكم سنعود بحول الله تعالى بعد هذا الفاصل لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد على قناتكم الأنيس تي في وحبر برنامج روضة المرأة وسنواصل بحول الله تعالى فضائل شهر رمضان المبارك مع الأستاذ والبروفيسور سامية جباري فإليك الخطأ السلام كنا قبل الفاصل تحدثنا على فضائل هذا الشهر الكريم وذكرنا تقريبا فضلتين ولا ثلاث من بينها تكفير الدنوب ومن بينها أن الله سبحانه وتعالى سيجزي الصائمين أو ترك الأجروا له فأنا نزيد نقول شيء آخر بين الفضائل باش أمهاتنا وأخواتنا وكل يرامي تبعونا يعرفوا أنه هذا الصوم عنده مكان كبير عند الله سبحانه وتعالى ونستغلوه قدر الإمكان من بينها أنه الصوم هذا يكون شفيعا للإنسان يوم القيامة في قبره في قبره أنه النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في أحد الأحاديث وقال أنه الصوم والقرآن يشفعان لصاحبهما في القبر التيعه يقولوا يجيه الصوم يقولوا يا ربي أنا حرمته الطعام فشفعني فيه ويجيه القرآن يقولوا يا ربي أنا حرمته حرمته عليه النوم طول الليل فشفعني فيه فيشفع الله سبحانه وتعالى أو يجعلهما شفعان لهذا الإنسان شوفوا قيمة شفاعة الصوم يعني ربما هذه كين البعض تغيب عليهم كيفاش الصوم يشفع عليه احنا ربي سبحانه لما يعطينا شيء ما يعطيهناش عقداك إلا ويعطينا الأجر الكبير عليه فيجي هذا الصوم في القبر تلك الإنسان ويوم القيامة يكون له في القبر أنيس ولما يكون يوم القيامة سيكون له شفيعا يوم القيامة وسيشفعه الله سبحانه وتعالى في صائمين أيضا أنه من بين الفضائل أنه فم الصائم وخالوف فم الصائم الصائم هو أطيب عند الله سبحانه وتعالى من رائحة المسك احنا ربما لما نشوفه واحد يصوم ننفرق احيانا رائحة الصوم رائحة فم الإنسان لم يكون صائم لأنه لم يدخل إلى جو فيه شيء هذا الأمر طبيعي لكن هذه الرائحة هي عند الله بالنسبة للصائم أطيب من ريح المسك كل واحد فينا ربما يحب يدير العطر أو يدير المسك باش تباني لحته طيبة لكن الله سبحانه وتعالى بهذه الرائحة للناس ربما تنفر منها ما نقولهم ما تحشموش وما تتعيبوش بهذه الرائحة بالعكس هي عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك ثم أنه الله سبحانه وتعالى اجعل للمؤمن الصائم فرحتان قال أنه بالصوم فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء الله سبحانه وتعالى نشوفوا من إحنا طول اليوم صايمين أولادنا صايمين mers ننتظروا هذه اللحظة تاعدى الآذان وidyنا بتجبنا فرحة شوفي السر هذه الفرحة ومهما هي أطاهنا الله سبحانه وتعالى أطاهنا سرTER في هذه الفرحة جميعا صح نفرحوا لأننا نreen forma فعند الله هذه الصرور تعنا والفرحة لدخلتنا تكون يوم القيامة عندما نلاقي الله سبحانه وتعالى ونحن طبقنا شريعته ونحن طبقنا ركن من أركان الإسلام ونحن طبقنا الفريضة اللي اعطاهنا هي فريضة الصوم وربما نلقاه الفرحة بأعمال أخرى نلقاهها عند الله سبحانه وتعالى نزيد لك أمر آخر من فصائل شهر رمضان نحن كنا نعرف أنه شهر رمضان الناس تحب تدير فيها العمراء كنا نحب أن أتمروا في رمضان إن شاء الله رب يكتبها لنا وكل المستمعين وكل عندهم هذه الرغبة فإنهم يعتمروا في هذا الشهر الفضيل فمن فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى جعل العمر في رمضان توازي حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام لواقعها حدثت للنبي جاءت أم سنة فقاتلوا يا نبي الله حبيت نروح معك حجة هذا العام فهي مرأة كبيرة كبيرة في السن قاتل حبيت نروح معك حجة لهذا العام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحجيش معي فهي غدتها نفسها وكذا قالها اعتمري في رمضان ولك أجر حجة معي فنقول هنيئا لكل من اعتمر في هذا الشهر الكريم راه بمنزلة أنه حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام إذن شوفي العمر ولت بمعدل حجة حجة مع من؟ هي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم أنه هذا الصوم هو جنة وش معنتها جنة؟ ما شي جنة؟ جنة بمعنى وقاية أني لما نصوم درت حاجز بيني وبين النار هو جنة من النار هو وقاية من النار علش وقاية من النار؟ لأني لما نكون صائم نخاف الله سبحانه وتعالى أكثر ما نحبش ندير المنكارات نحب نقبل على الطاعات أقبل على كل عمل يقربني من الله سبحانه وتعالى وبالتالي الحديث اللي قال فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر فأنا نقول أن أمهاتنا وأخواتنا وكل يرهم يشاهدونا وقول لهم هذا الشهر هو شهر فضيل هو شهر الخيرات وشهر البركة وشهر الاعتلاء نخرج من هذه الحياة الدنيوية لكنا نعيشها في همومنا وانشغالاتنا أكيد انشغالاتنا ما تخلاش لكن نغتانم الفرصة بحيث أننا عرفنا هذا الفضائل عرفنا أنه ذنوبنا ستغتفر عرفنا بأن الله سبحانه وتعالى سيعطينا الأجر الكبير عرفنا بأن هذا الصوم راح يشفع لي يوم القيامة وعرفنا أنه رائحة الفم التاعي ما نحشمش بها هي أطيب عند الله من ريح المسك ثم نعرف باللي راح نفرح في هذا الشهر الكريم ونزيد لك فضل آخر اللي ما قلتوش بعد أنه تعتبر العمر حجة اللي هو أنه بهذا الصوم أمر آخر اللي ما ذكرتوش اللي هنا يا هو أنه كين باب يوم القيامة في الجنة يسمى باب الريان باب الريان لا يدخل منه إلا صائم معنتها الصائم دار له الله سبحانه وتعالى باب خاص من أبواب الجنة نعرف أن الجنة عندها أبواب متفرقة لكن الصائم نظرا لهذا التعب اللي يلقاه الإنسان وهو يطبق فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى الشقة أنه يحرم نفسه يلقى أمامه كل ما طاب ولذ لكنه يمتنع ويرفض أنه يأكل ويشرب فقط لأنه يحتسب الأجر عند الله فجعل له باب لما يدخل الصائم يغلق هذا الباب ولا يدخل منه أحد هذه فضائل أعطيناها بشكل مختصر لعله وعسى كل واحد مننا يصوم يعرف بلي كين فضائل ويغتنم هذا الشهر باش يدي فضل هذا الشهر الكريم إذن بارك الله فيك يا أستاذتي القاضي على هذا الموضوع فضائل شهر رمضان إن شاء الله المشاهدين الكرام يكون لهم هذا الموضوع بالذات يعني يحافظ بشي يبدو رمضان يعني بهذه الفضائل ويستمروا بها طول حياتهم إذن مشاهدين الكرام ما عدنا الآن يعني مجموعة من الأسئلة سنجيب عليها ونوه إلى أنه البرنامج يعني يفتح الباب لانشغالاتكم وأسئلتكم عبر الوسائط يعني الظاهرة أسفل الشاشة يعني لكل ما عنده انشغال مع له إلا أنه يتواصل معنا إذن هناك مجموعة من الأسئلة أستاذة وردتنا للبرنامج إن شاء الله سنحاول نجيب عليها سؤال أول أستاذ يعني هي تخص يعني أحكام المرأة نعم أيضا سؤال أول يقول يعني سائلة تسأل إذا طهرت النفس قبل أربعين قبل الأربعين التاحة هل تصوم أم تصلي أم ماذا بدايتنا أن نقول النساء لم يتبعوا فينا يعني غتنموا هذه الفرصة وغتنموا هذه الحصة فإنكم ترسلونا كل الأسئلة اللي ربما يعالق في أذهنكم ولا تحتاجوا أنكم تعرفوا أجوبتها خلال هذا الشهر الكريم خاصة المرأة يعني في فقها عندها عدة تعقيدات وإن شاء الله مع الدين تعنا أمور تتيسر وراح تتوضح الصورة أكتر إذن أنا نشكر السائلة هذه يبدو عليها رهي نفسها وربما ما كملتش الأربعين التحاور أنا نقول قبل ما نجاوب على السؤال حبيت أن نذكر مسألة مهمة الشائع عندنا شائع عندنا من أعرافنا وتقاليدنا أنه المرأة تقعد 40 يوم كان بعض النساء كانوا يوقعوا في المحظور هذا أنها تطهر قبل 40 يوم تقول لك لا لا حتى كم من 40 يوم بتاعي باش نروح ندوش ونطهر ونبدأ صلاتي وصيامي هذا خطأ توقع فيها عدة نساء على يوقعوا فيه يعني بالجهل لكن إن شاء الله هذه فرصة باش نعود أن نوضحوا هذه المسألة إذن النفساء متى من قطع عنها الحائد هذا الدم النفاس لأنه الحائد النفساء يشتركوا في أمور متى من قطع عليها دم النفاس وشافت بالإخلاص راح يطهرت وجب عليها أنها تغتاسل وتصم وتصلي هذه يعني أحبيت نقول أنه النساء ماشي شرط قعد 40 يوم قادرة لي توصل بالدم النفاس إلى غاية 40 يوم قادرة لي أقل كان لي 15 يوم كان لي 20 يوم كان لي أقل مع ذلك يعني كين تطهير راهو كبير يعني ديروه في المستشفيات كي لي ما يقعد لهاش دم النفاس مع مدة طويلة بالتالي متى شفت الطهرة التحى بالشروط اللازمة يعني الفيقية اللي نعرفها شوف القصة البيضاء هذه إذن مباشرة واجب عليها أنها تطهر تغتاسل وتصم وتصلي إلى أن ترى مرة أخرى الدم الجديد إن شاء الله إذن سؤال آخر أستاذة سألة تسأل بعدما طهرت يعني هذه المرأة وانقطع عنها دم الحيض فصامت صامت الصم التاحى ثم في النهار نزل عليها الدم مرة أخرى يعني صامت نهرت صامت وبعد نزل عليها الدم في عرض النهار يعني في عرض النهار طيب للمرأة نقول لأخواتنا اللي عندهم هذه الإشكالية هو مسألة الحيض يعني فيها بزاف نقاط ربما اليوم نعالجون نقطة أو لتنين وإذا عندكم أسئلة أخرى تحبون نقشوها ما يشف إشكالية يبعتون الأسئلة ونحاولون جاوبوا عليها بنسبة للحائد لازم تنتبهم ليه دركاء تقدر كما في السؤال هذا رأي تقول إنها طهرت انقطع عليها دم الحيض وبعدها صامت اغتاسلته صامت لكن قبل ما يجي الغروب طح عليها عاود نزل عليها الدم فنقول لها مدام عاود نزل عليك الدم في نفس اليوم فهو تابع للحيض يعني ما يشتهرها تامة وبالتالي هنا ما تكملش صيامها رهي مأجورة نقولوا على طول النهار اللي قعدتها ككسائمة ولا تقدر تدي عليها الأجر وكذا لكن لابد أنها يفسد صومتها يفسد بمجرد أنه نزل عليها الدم فسود صومها مع أنها منزلها في مرحلة الحيض إذن لابد عليها تنتظر لتكون حائد حتى تشوف القصة البيضاء كما علمتنا سيدتنا عائشة رضي الله عنها فقط كين مسألة أخرى لأنها بعد الطهارة كين تشوف الكدرة شو اللون الترابي هذاك اللون الترابي في شريعتنا الإسلامية وفي أمهات المؤمنين تقول لك أنه لم نكن نعد الكدرة من الحيض لتجي بعد الحيض يعني تقعد يومي ثلاثة ينزل عليها بني لون بني كدرة فهذيك ما كانوش يعدوها من الحيض إذا كانت بعد الحيض ما وش قبله شوفي تفترق تختلف قبل وكين بعد الحيض ما كانوش يعدوها من الحيض تتبر طهارة بالتالي هذي نقول لها هنا راكي فسد وفسودة سيامك لازم عليك أنك تعاود ترديه ولحظات لصمتها يعني ما تدخلش في إطار الصوم وعادي تعاودوا إن شاء الله تكمل تفتر وتعاودوا مرة أخرى لأنهم باش ما توقعش في المحضور تقول لك أنا مادام قربت للمغرب ولا راني نكملهم بعدنا لا ما يحسب لهاش يوم فهو فاسد يوم فاسد يوم فاسد أيضا سؤال الأخير لهذا الحصان إن شاء الله أستاذا هي إمرأة صائمة قبل الآذان بخمس دقائق نازل عليها دم الحيل صومها جائز أم لا والله هذه الإشكالية توقع فيها نساء كثيرات وبنات كثيرات بنات كثيرات نحن تعرف معظمنا البنات تعني قلت لك أنا تعبت وصمت نهاري كامل وبقتل قمس دقائق وكيف شهد أنصوم لا أنا بنسبالي خلاصا أكملت زيام لا لا قلوا إحنا في القضية الصوم في قضية الأحكام الشرعية عندنا نصوص تضبطنا ما وش كما نحب أنا ما وش كما نحب أنا حتى لو كان دقيقة واحدة قبل الآذان فاسودة يومها هذا اليوم لي صامتو تؤجر عليه يعني تدي أجر للإمساك لكنه لا يعتبر صوم مجرد منزل عليها دم الحيد اللي هو خمس دقائق قبل آذان المغرب فاسودة يومها معنتها تفطر عادي ما تخليش حتى يؤدي المغرب طبعا تقول لك لا أنا كملت نهاري تكمل أو لا تكملش نهرها فاسودة معنتها وجب عليها حتى أستاذة بالنسبة لي عندها شك أنه يعني ما عرفتش روحة إذا يعني حتى بعد الآذان وفطرت يعني رأت يعني شيء من دم الحيب لا هذه كتبلي مسألة مختلفة دورك لازم عليها تكون عارفة يعني التوقيت بالذات كي لي حتى يجيها بعد المغرب فلابد تكون هي متيقنة من نفسها متيقنة لاني باشتطرحي سؤال فيقه لازم يكون الإنسان متيقن من نفسه إذا هذه شفته قبل الغروب أنا يقول لك ولو دقيقتين يفسد الصوم التحر فاسودة بعد الغروب إذا كان بعد الغروب لا يوم مهار وجائز بعد الغروب عادي بعد الغروب راهي مع أنت خلاص فترة الصوم انقضت انقضت بمجرد الغروب وأدان المغرب إن شاء الله بارك الله فيك أستاذة أشكرك جزيل الشكر على هذا الموضوع وعلى إجابتك على الأسئلة طبعا إلى المشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية عدد اليوم فما علي إلا أن أقول لكم صحة فطوركم وصحة شريبتكم ونلتقي إن شاء الله في عدد مقبل ولا تنسوا أنكم ترسلونا يعني عبر الوسائط الظاهرة أسفل الشاشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة